نعم عدة غارات جمال شنت خلال الساعة الأخيرة نتحدث من الساعة الحادي عشر إلى منتصف الليل بتوقيت لبنان كانت هناك عدد من الغارات شنت على كل من دير ميماس وكفركلة وبليدة وكونين والطيري وبنت جبيل وعيناثة وشبعة والضاحية الجنوبية التي كنا قد تابعنا قبل قليل بعض من هذه الغارات أو الغارات الثلاث التي شنت على مناطق أو ثلاثة مباني في ثلاث أحياء بهذه الضحية الجنوبية الضحية للعاصمة بيروت المكتدة بسكانها القصف المدفعي هنا أيضا لا يكاد يتوقف بوتيرة أخف مما كان عليه مساء اليوم لكنه مستمر إلى غاية هذا التوقيت المبكر من صباح اليوم اليوم القصف المدفعي ما زال يستهدف على وجه التحديد هنا في الخلفية فقط في خلف وراء هذه الهضبة نسمع الآن على الوزاني والخيام وسهل الخيام وأطرافها أيضا وأطراف مرجعيون وكفر شوبة وعطاء الشعب التي استهدفها أيضا القصف المدفعي قبل ساعات من الآن بالإضافة إلى بليدة كل هذه المناطق تتعرض الآن القرى والبلدات تتعرض إلى قصف مدفعي عنيف يؤازره تحليق مكثف ومستمر للمسيرات الرصد والاستطلاع الإسرائيلية القصف يطال تحديدا العديد من المناطق والمناطق حتى المفتوحة سهول عبارة عن سهول مرتفعات وأودية هي ما يستهدفه هذا القصف ليس تحديدا البلدات في حد ذاتها الغارات هي من تتولى قصف المنازل في مختلف البلدات اللبنانية كما حدث اليوم هنا في أبل السقي عندما استهدفت طائرة مقاتلة إسرائيلية منزلا تقتنه عائلة نازحة مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أفرادها وإصابة آخرين البيت مسحة تماما هذه المنطقة لأول مرة تتعرض لهذا القصف ولعمليات عسكرية وذلك منذ بدء المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في هذه الغضون نسمع القصف الآن مستمر هذا القصف على مناطق بعينها خاصة قريبة جدا والمطلة مباشرة في هذه الجهة من الوزاني المطلة على قرية الغجر أو الجزء المحتل من قرية الغجر حيث الحشود العسكرية الإسرائيلية في العديسة ونزولا عبر هذه الحدود أو الشريط الحدودي حيث المطلة حيث المطلة في الأراضي المحتلة أيضا حشود عسكرية إسرائيلية وهذه هي المناطق التي يتم استهدافها بالقصف المدفعي من المدافع المرابضة في الجهة الأخرى التي يحاول وهي عمليات يحاول من خلالها الجيش الإسرائيلي على ما يبدو تحييد أي مخاطر على سفاحة التلال والوديان والسهول وغيرها من المناطق التي يعتقد الجيش أو الأهداف التي يعتقد الجيش الإسرائيلي أنها ربما تشكل أي خطر على جنوده وعلى آلياته العسكرية في حال تنفيذ ما تتوقع وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية على أنه غزو أو اجتياح بر للجنوب اللبناني وكذلك البقاع أيضا في شرق لبنان لحد الآن لم تتأكد من خلال الاجتماع اجتماع الكابينت المسغر الأمن المسغر في إسرائيل عن ما هي هذه المرحلة المقبلة في هذه الحرب أو في هذا التصعيد على لبنان إن كان اجتياح بري أو ربما مزيد من الغارات الجوية وأيضا القصف المدفعي على مختلف مناطق لبنان